الأستاذ خالد علي المحامي هو بقى هنتكلم في الموضوع ده بشكل يعني كتير شوية أستاذ خالد علي المحامي قال انه تقريبا كل يوم في نيابة امن الدولة ناس بتيجي مقبوضة عليها للتحقيق معاها بزعم الدعوة اليوم 11 نوفمبر 22 ده حاصل من 10 ايام على الاقل يعني حملة القبض بدأت بدري ناس كتيرة تم استدعاءها من المحافظات من الامن الوطني لسؤالهم عن اليوم ومين اللي دعي لي وهيشاركوا فيه ولا لأ فضلا على تفتيشات التليفون في وسط القاهرة تتصعد كل يوم عن ذي قبل ربنا يعدي الايام الصعبة دي على خير ويحميكوا جميعا البوست الاستاذ خالد علي المحامي والمرشح الرئاسي السابق كفيل كفيل بنسف كل مزاعم هذه الدولة انا بحديك البوست ده يا استاذ ديارة شوان عشان انت اصلا الحاجات بتاعتنا احنا بيضاقك شوية وبتعتبرنا ناس يعني خوانة وعملاء وبدين جنيين انا بحديك بوست الى استاذ خالد علي واقول لك مساء الخير عليك يا استاذ ديارة انت والحوار الوطني وكل اللي هيشارك في الحوار الوطني وكل اللي مش هيدفع ضريبته ما نعرف ان في ناس هتشارك غصبا عنها خوفا من سيف المعز او طمعا في زهبه لكن ستكتب بمداد من سواد انك ما دلتش تبقى راجل اي حد يشارك يقول لك ما احنا نشارك يا جماعة عشان يعني نحقق بعض الانجازات يبقى انت الحقيقة انجازات دي تبقى خالتك لانه لو انت تمارس العمل السياسي ولم يتبين لك الصورة بشكل واضح يبقى الحقيقة انت المفروض يعني مش تشتغل السياسة تشتغل حاجة تاني اللي ما يشوفش ان الراجل بنفسه طلع يرد على مداخلة في التليفون مداخلة فيها امتقاد ويقولوا ان ده بيتكررش يدي تعليمات لكل التليفونات السامسونج ما يتكررش تاني ما تجيبوش اي حد ينتقد تاني غير مسبوع بيه على اي منصات يبقى انت راجل لما تقول ان النظام ممكن يسمح بهمش حرية بقى انت راجل عبيت لبغزة او بتستعبط باعتبار ان احنا النهاردة عندنا لفظ جديد اصبح لفظ يعني معتمد من مجمع اللغوي فانت راجل بتستعبط مش كده انت راجل بتستعبط لو راجل تكلمني عن حقوق الانسان انه بيحصل فيها مصر تقدم والناس بتتفتش موبايلتها يبقى انت راجل بتستعبط تفتش الموبايل ليه حضرتك شو في الوقت ده كاتب ضد الزعيم ولا كاتب مع الدعوات حضرتك مش التظاهر ده حقه من حقوق المواطن التظاهر السلم يعني حقه من حقوق المواطن منصوص عليه في كل دستين العالم وفي مواثيق الام المتحدة لا ام المتحدة دي عندكم هناك احنا ما عندناش الحكاية دي خالص فبس انا بهد البوست ده للاستاذ دي ارشوان واني كل الناس المشاركة في الحوار الوطني وقولهم مع اطيب تمنياتي لكم بدولة ديمقراطية مدنية حديثة اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى عمى واللي يجي في خياله ان ممكن الحية الرقطاء السامة تتحول الى قطة وديعة يبقى راجل ده يعني قال حاجة يتقال عنه انه مخبول هيفضل السيف مرفوع عشان يقطع عرقبة اي حد يفتح بقه الى ان يتم كسر هذا السيف ان شاء الله على قدير المصريين اللي هيقوله كفاية خوف كفاية خوف محدش بيموت نقص عمر انت بتروح لآجلك بس انت بتختار هتموت ازاي اخبار طبعا ممتشرة في كذا حتة اللي هي فكرة اعتقال عشرات المصريين في القاهرة والمحافظات تزامنا مع دعوات التظاهر طيب هنا بقى يعني اقول لكم فكرة لجنة العفو الدولية لجنة العفو الدولية العفو الدولية ايه العفو الرئاسية قصدي اللي بتطلع خمسة وخمسين واحد وعشرين واحد والحاجات دي كلها هل لدينا احصاء الان ما نعرف لكن تعرفوا الناس هل لدينا احصاء عم من تم اعتقالهم في خلال عشر تيام اللي فاتوا تلكلم عنه استاذ خالد علي يعني احنا عندنا احصاء كل شوية اللجنة تطلع فرح الافراج عن خمسة وخمسين واحد الافراج عن سبعتاشر واحد والدنيا والافرح واللال الملاح وانا اشكر الرئيس الانسان القلب الحنين القلب الكبير طب حد بقى بيقول لنا بيقبضوا على كام بدل اللي بيطلعوا يا جبا احنا مش هنتحك على بعض شوف ما هيعجب من الاتنين اما انك تخلص الجيم كل واحد يبقى واضح مع نفسه لازم تبقى واضح مع نفسك جدا اللي هو ايه انا قررت ان انا اعيش اكل عيش وما يفرقش معي بقى نظام ديمقراطي نظام ديكتاتوري نظام زفت يعمله فعلا عايزه وتاكل ايش وتسكت لحد ما يجي يجي القضى عليك لانه هو مش يسبك في حالك وعشرات الامثلة ضربناها طيلة السنوات اللي فاتت لكل ما نظن نفسه انه في مأمن او انه كمان من انصار النزاء اطلط في لحظة معينة او انك تقول يا جماعة انا واخد خط النضال الى الاخر او انك تقول يا جماعة انا ليه دور بلعبه يعني لازم تبقى واضح مع نفسك لكن فكرت بقى انه احنا ايه نعشم نفسنا بحاجات قصة ده هيتغير بقى يبقى كويس الايام الصعبة دي هتعدي هتيجي ايام كويسة بعد كده الخير جاي الزمال القادم حاجات الزمال القادم دماغك خد طريقك وكمل خد طريقك وكمل وقول انا عندي استعداد ادفع اي تمن فاذا الطريق الكلام ده انا بقوله على نفسي الكلام ده بقوله عن نفسي كده انا عملت فيديو النهاردة على شو بتكلمتي في الموضوع ده انت طريقك ايه انا مستعد ادفع اي تمن التمن اللي بيخوفونا منه ايه انه اقع في ايدي المجرمين دول مستعد ليه ما خدت الطريق ده خلاص عارف نهايته فانت خد طريقك اشتركوا في القناة